في سلوكيات خطيرة جدا بتنتج عن تعاطي المخدرات هذه السلوكيات بتأثر على الأسرة والبيوت المصرية والأسف الشديد في ناس كتيرة ما بترفش تتعامل إزاي مع هذه السلوكيات عشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت حملة لتوعية الشباب عن خطورة المخدرات والإدمان خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن السلوكيات النتيجة عن المخدرات معنا الدكتور أيمن فؤاد مدرس مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر صباح خير عليك دو عايزين في البداية نتعرف على أهم هذه السلوكيات أو أبرز هذه السلوكيات طيب هو بالنسبة للسلوكات الإدمانية الأول نفهم يعني إيه سلوكات إدمانية السلوكيات دي هي سلوكيات مرتبطة فقط بالإدمان يعني الشخص قبل ما يخش في سكة الإدمان كان شخص ما عندهش السلوكيات دي خالص ما كانتش جزء من طبيعته ولا جزء من شخصيته السلوكيات دي حصلت فقط لما بدأ يعتمد على مواد مخدرة وبدأ يخش في سكة الإدمان بدأت تظهر عليه أهم السركيات دي طبعاً السركيات كتيرة بس أهمها الكدب المتكرر مثلاً مش ممكن شخص هيكون مرتبط بتعاطي الماضي المخدرات وما بيكذبش على أهل وما بيكذبش في التزامات وما بيكذبش في أنه هو بيروح فينه وبيعمل إيه وبيودي فلوسه فينه تاني حاجة وديك مشكلة كبيرة هي مشكلة السرقة مشكلة السرقة دي بتحصل إزاي هو في البداية بيبدأ يكون عنده مدخلات معينة واندخلات دي بيبدأ يفقدها بالتدريج واحدة واحدة بعد كده ممكن يبدأ يقترض من الناس مايرجعش الفلوس دي لأنه هو طبعاً بيستنزفها كلها في المواد المخدرة بعد كده بيبدأ أنه هو يبيع الحاجات بتاعته الحاجات الغالية مثلاً لو عنده لابتوب لو عنده بعض الحاجات نبدأ أنها تختفي من البيت بعد كي يبدأ يخش بقى على الحاجات اللي مش بتاعته يبدأ سواء يسرق من أشخاص داخل المنزل يبدأ ياخد حاجات من البيت ويبيعها مع موضوعات المخدرة هي عدم الوفاء بأي التزامات هو شخص بيكون وراء التزامات طبيعي كلنا بيوردنا التزامات سواء التزامات اجتماعية سواء التزامات مهنية أو وظيفية لو هو طالب مثلاً في الجامعة أو كده بيبدأ أنه ما بيتذكرش ما بيروحش الجامعة يتغيب عن الانتحانات بيبدأ يسقط سنين وراء بعض ويعيد الدراسة مرة تانية لو هو مثلاً شخص موظف بيبدأ أنه يتغيب عن شغل تغيب عن شغله وياخد أجازات متواصلة يدى أنه يفقد تركيزه في الشغل بشكل كامل أو ممكن هو يترك الشغل بشكل كامل برضو من ضمن السركات دي طبعاً لو هو حد بقى وقف في طريق تعاطي بالنسبة له وممكن يبقى عنده سركات دفاعية جداً ممكن يبقى عنيف ممكن يبقى متهور ممكن يأذي نفسه أو يأذي الآخرين حتى الأنشطة الترفيهية الأنشطة الترفيهية الخاصة به بيبدأ أنه يهملها لهو شخص مثلاً عنده رياضة معينة بيمارسها عنده نشاط معينة مثلاً بيحب يعمله بيحب يتفرج على تلفزيون بيحب يخرج مع أصحابه بيخرج مثلاً في رحلات عائلية أو حاجات اجتماعية بيبدأ يترك كل ده لأنهو مع الوقت بينعزل بيترك كل أصدقائه بيترك كل خلص بيبقى المادة المخدرة هي أساس حياته هي محور حياته هي اللي مسيطرة عليه كل وقته وكل مجهوده وكل فلوسه بتروح فقط للحصول على المادة أو لتعاطي المادة أو للتعافي من أسار المادة فبقيت هي محور حياته فبتأثر على سلوكياته وعلى حياته بشكل كامل طيب دكتور إزاي الأسر تتعامل مع هذه السلوكيات بشكل ما يبقاش يعني خاطئ هو في البداية الأسر ويمكن دي أول نقطة يعني مهمة هي فكرة أنهم أصلاً يخدوا بالهم يعني للأسف في بعض الأسر ما بيكونش فيه تقارب ما بين الأهل وما بين الأبن دي حتى من ضمن الحالات اللي ممكن تمهد أصلاً لمشكلة زي طاعات المواد المخدر فلو فيه تقارب ما بين الأسرة ما بين إذنهم هيبداه بس حتى يلاحظوا الولد متغير فيه سلوكيات متغيرة ده مش الطبيعي بتاعه لما يبدأوا إنهم يلاحظوا أن فيه مشكلة بيبدأوا يتدخلوا للحل بس التدخل حضرتها كمان قبل ما تكلم في تدخلهم للحل ذكرت أكتر من حاجة خليهم يلاحظوا بسهولة يعني مسألة الكدب ولو قلنا إنه هو مسألة ممكن يكون بيجدب لسبب أو لآخر الحاجات اللي بتختفي من البيت بسالكاته الشخصية اللي بتقول بالموبايل بتاعه الحاجات اللي كانت معاه وكانت غالية وباعها أعتقد إنهم هم هيلحظوا إن الحاجات دي مقيتش موجودة في البيت بالضبط بس فيه حاجات بتظهر قبل ده يعني مش لازم نوصل لهذه المراحل المتقدمة أنت حيك تقصد يا دكتور إنه ممكن ألاحظ التغيير السلوكي ده اللي هي بتكون مرحلة ما قبل الإدمان فقدر إننا يعني أساعد قبل ما ندخل في الإدمان بالضبط فيه تغييرات ممكن تظهر قبل الإدمان زي مثلا واحد أصيب مثلا بالطراب اكتئاب بالطراب ألأ مثلا أو أي طراب نفسي آخر ده بيبدأ أن يكون ممكن من العوامل اللي دخلته في الإدمان عشان يتخلص من الأثار النفسية السلبية اللي عنده فبيبدأ يلجأ لتعاطي المواد المخدر فدي لازم الأهل يكونوا ملاحظونها من البداية لكن حتى في بدايات الإدمان قبل ما يوصل إنه هو يسرق بقى ويوصل للمراحل الصعبة الشديدة اللي في الآخر بيكون فيه التغييرات اللي أنا عليها البسيطة إنه هو على الأقل إيه أهمل في درسته أو سلوكياته تغيرت عاداته تغيرت ما بقاش مثلا بيصحى وينام في نفس معاده ما بقاش بيركز معاهم ما بقاش بيخرج معاهم ما بقاش متواجد في المناسبات الاجتماعية أصدقاء اللي كان أصدقاء كويسين اللي احنا نعرفهم بعد عنهم ما بقاش ليعلاقة بيهم بقى منعزل كل دي سلوكيات بتحصل في البداية حتى قبل ما يوصل للسرقة بقى والسلوكات العنيفة أو كده طيب تفرق لو كان المدمن وصل للمراحل الإدمان على فترات متبعدة ولا دخل الإدمان بشكل قوي وخد جرعات مضاعفة في فترات قصيرة طبعا تفرق كتير اللي بياخد جرعات عالية في فترات قصيرة بيعرض نفسه لأثار شديدة جدا سواء أثار نفسية أو أثار جسدي يعني الشخص المدمن لما بيبدأ ياخد جرعات عالية من مادة ويزود فيها بشكل قوي جدا بيكون أكثر عرضة لإصابة أمراض نفسية نتيجة تعاطي المواد المخدرة ودي ممكن برضو من حاجات الناس ما تعرفهاش إن المواد المخدرة مش بس خطورتها في الإدمان وآثاره الاجتماعية مثلا والسلوكية وكده ده كمان أثار نفسية بعض المواد اللي الناس مش متخيلا إنها ممكن تأذيهم يعني على مستوى المخ بتأثر على المخ تأثير قوي جدا وبتدخلهم في الطلبات نفسية ممكن للأسف تكمل معهم مدى الحقيقة الأثار النفسية أو الأثار يعني الأثار الجانبية للمخدرات على العقل والجسم عشان توصل أن الإنسان يكون مغيب بشكل كبير عن واجباته اليومية والتزاماته الأسرية شكلها عامل إزاي؟ هو فيه طبعا تختلف بقى باختلاف المادة المخدرة نفسها المواد المخدرة بتنقسم يمكن لثلاث أنواع رئيسية فيه المثبتات اللي هي بتقلل نشاط المخ بتقلل عمل المخ ودي يعني ليها أمثلة كتير فيه المرشطات اللي هي بتعمل إثارة زايدة أو بتزود نشاط المخ وفيه المهلوسات اللي هي بتؤدي إلى ظهور الهلاوس كل المواد المخدرة عموما بلا السسناء ممكن هي تأثر على المخ والدخل في الطرابات الطرابات سواء الطرابات وجدانية أو الطرابات ذهنية ويمكن ده الأخطر واللي احنا بقنا بنشوفه كتير الفترة الأخيرة مع المخدرات المصنعة يمكن اللي غزت الأسواق في الفترة الأخيرة بدأ يظهر على شخص أعراض ذهنية شكوك هلاوس ضلالات يشك في الحواليه يتصرف بعنف يتصرف بالندفاعية يعني أعراض بتكون للأسف يعني بعضها ممكن يبقى مزمن زي ما قلت ويحتاج علاج طويل المدى وطبعا ده هتخليه شخص فقد الأهلية مش قادر يساطر على حياته ومش قادر يتعامل يوفي بالتزاماته ومش قادر يتعامل مع أي حاجة خلص صحيح لعارف يتعامل مع بيته ولا في الشغل كمان عارف يتعامل ناقل خلاص بقت الأولوية الوحيدة بالنسبة له هي المادة المخدرة وهي التعاطي في نفس الوقت حكم على الأمور اختل مع الاضطراب النفس اللي أصاب المخ فبقى شهد قادر يوزن فوطر علاقاته بالمحيطين بي كمان طبعا هتوطر علاقاته لأنه هم الأهل هيحاول أنهم يمنعوا وبالنسبة له التعاطي ده بقى أصبح الأولوية هو خايف أصلا من أنه هو حد يمنعه خايف حزز بالعجزة أمام المادة المخدرة دي وحازن هي مسيطرة على حياته وفي نفس الوقت بينكر أنه فقد السيطرة على حياته يمكن دي من الحاجات برضو اللي بتصعب في البداية لما الأهل يكلموه أنه يكون عنده إنكار شديد هو لا أنا ما عنديش مشكلة لا أنا مش مدمن لا أنا أقدر مفهود يتعاملوا إزاي من حالة الإنكار دي علشان يعني هم بيبقوا عايزين يساعدوه لكن أعتقد أنه يعني في طريقة يعني ما بين بقى أنه أحيانا أسر كتير رد فعلها بيبقى انفعالي بشكل كبير أعتقد أن ده يضر ما يفتش صحيح لأنه هو الانفعال الزيادة هو معناه أنه هم كمان فقدين السيطرة على المشكلة اللي بتواجههم هو شخص فقد السيطرة فمش هو ده اللي هو محتاجه هو محتاج حد يكون يحسسه أنه هو عارف يعمل الكنترول أساسا أن الكنترول ده موجود ومتاح في البداية المفروض أن الأهل يتعاملوا بالاحتواء وأصلا لو فيه علاقة ما بين الأهل والابن زي ما قلنا ممكن يكون ده من البداية ساهم في ظهور المشكلة مش بحبسه يعني يعني فيه بعض الناس يقولك إحنا هنقعدوا في البيت ومش هنخربوا أكيد لأنه حبسه ده مش علاج يعني فيه نقطة منطلحة مهمة جدا لازم بنفهمها للأهل الإدمان مرض مش انحراف يعني هو مش انحراف سلوكي ولكن هو مرض بمعنى إيه السلوك هيتعمله تعديل السلوك وخلاص شكرا يعني خلاص أنت عاست ربيه وتقدبه وسواه بعقاب الكلام لأنما الإدمان مرض هو نفسه بيكون عاجز عن مساعدة نفسه فبالتالي لازم إحنا نقدم له المساعدة ونقدم له الدعم ونحاول أن احنا نحتويه نقرب علاقتنا به الأول خالص عشان يبدأ يسمع لنا ويبدأ ياخد مننا كلام أصلا وبعد كده نبدأ أن احنا إيه نحتويه نتفهم غضبه نتفهم إحساسه بالعجز نتفهم أنه سواء أنه بيقول إنكار أن أنا ما عنديش مشكلة وأن أنا قادر أسيطر على حياتي وأن أنا أنتو ده بتأيقلكه بس ما فيش حاجة كده أو حتى المبررات أنتو اللي خلتونا عمل كده وانتو السبب وأنا ما بعرفش أشتغل غير لما بأيخد ما بعرفش أتعامل مع الناس غير لما أكونوا ياخد كل المبررات والإنكار دي لازم إحنا نتفهم إن هو هيعملها وهيقولها بس في نفس الوقت ده ما يحبط ناش ما يخلناش إن إحنا نبطل إن إحنا كل شوية نكلمه عن العلاج وعن إمكانية العلاج وعن إتاحة العلاج طيب الأعراض الانسحابية بتاعت المقدرات بتفرق من نوع لآخر ويمكن ده بيقلق ناس كتير لما تجي تفكر في فكرة التبطيل إنه خايف من الأعراض الانسحابية صحيح هي بتختلف من نوع لآخر لأن زي ما قلنا نفيه مهلوسات وفيه منشطات وفيه مثبتات كل نوع لما بنوقف استخدامه بيعمل أثار عكس اللي كان بيعملها لنا لما بناخدها يعني على سبيل المثال الناس اللي بتدمن على المسكنات القوية هم بياخدوها كمسكن قوي للألام أو حاجة بتساعدهم كمان على الهدوء والراحة والنوم لما بيبدأ يبطلها بيكون عنده أعراض شديدة جدا ألام شديدة جدا في الجسم كله وبيكون عنده أرق وبيكون عنده عصبية ونرفزة وهكذا كل مادة المواد اللي طبعا المنشطة للمخ لما بيبدأ يوقفها بيكون عنده إرهاق وأعراض اكتئابية وفقد الطاقة وحاجات كتير فكل مادة بيكون لها أعراض نسحاب مختلفة ولكن ده مش معناه أنه صعب أنه يوقفها لا بالعكس فيه علاج طبعا ويقدر أنه يتعالج وإحساس بالعجز أمام المخدرات أو الخوف من أن أنا بطل المخدرات بيوقف ناس كتير عن العلاج رغم أن العلاج متاح وسهل ويقدر يعديه زي ما ناس كتير جدا بطلت وقدرت أنها يتعدي المرحلة دي طيب كنا بنتكلم دلوقتي عن دور الأسرة في التعامل مع ابنهم اللي اكتشفوا أنه هو بالفعل مضمن للمخدرات مبارك لوكات الأسرة هي السبب واللي وصلتوا بالفعل لهذه الحالة بالضبط سي يتعاملوا معا طبعا دي واحدة من المشاكل أحيانا الأسرة بيكون سبب بأشكال كتير جدا في أسرة بيكون عندها مثلا تدليل زيادة تدليل الزائد واحد من الحاجات اللي ممكن يوصل طفل إنه هو معلوهش كنترول بيتصرف برحته كل اللي هو عايزه بيعمله فبيؤدي إلى المشكلة دي في أسرة تانية بيكون عندها إهمال زيادة معندهش تدليل أصلا فعندها الإهمال الزيادة ده بيخليه حاس إنه هو وحيد ومعلوهش رقيب وبرحته برضه في أثار نفسية سواء على مستوى الشخصية أو التراب معين ويبدأ إنه هو يتعاطى عشان يخرج من الأثار دي أحيانا كمان للأسف الأسرة نفسها بيكون فيها متعاطي يعني دي بتحصل برضه بيكون سواء أحد الإخوة أو الأب أحيانا في بعض الأوقات بيكون هو نفسه بيكون متعاطي والشدة كمان في التربية دكتور طبعا الشدة في التربية طبعا اللي هو العنف الأسري الزياد طبعا ده كلها حاجات يعني كلها غلط كلها غلط فبالتالي الأسرة نفسها لازم تعرف أنها عندها مشكلة تبدأ تلجأ المتخصص يفهمهم أصلا المشكلة عندهم في إيه عشان هما بدون يعرفوا يتعابلوا عشان هما يساعدوا وعشان زي ما قلنا مقبل كده ده نوع معاية تأهيل النفسي مع مسألة أنه أنا عايزه يبطل مخدرات هو كمان محتاج تأهيل نفسي طبعا يمكن العلاج ده بيتوجه للأسرة وللشخص نفسه يعني العلاج زي ما بيكون فيه علاج سلوكي وعلاج معرفي وعلاج دوائي للشخص المدمن بيكون فيه علاج أسري طبيعة التفاعل بينه وبين أسرته طبيعة العلاقات بينه وبين أسرته طبيعة الضغوط اللي موجودة يعني ممكن ما للحاجات دي اللي في الآخر قدت لأنه يكون شخص مدمن بلازم أتعامل معها كلها مش هتعامل معه وبس بالضبط لأن هي دي اللي هتساعد من هو يبدأ رحلة العلاج وفي نفس الوقت اللي هتمنعهم من الانتكاس مرة تانية إنه في بعض الشخص المتعاطين بعد ما بيبطل بيرجع مرة تانية بسبب إيه؟ بسبب استمرار الأسباب اللي كانت دخلته في الإدمان من البداية صحيح يعني بعد ما يبدأ يبطل يلاقي الأسرة برضو بتعامله بشكل سيء برضو كل المشاكل رجعت تاني حتى الحلول اللي هم عملوها كانت مؤقتة بس أو كانت يعني لمصلحوا العلاقات أو المشاكل بينهم وبين بعض كانت بشكل مؤقت لغاية ما يتعالج وهو متخيلين أنه هو كده يتعالج وخلاص ما فيش إمكانية أنه يرجع المادة المخدرة مرة تانية لكن ده مش حقيقي الإدمان مرض بحتاج متابعة طويلة طيب هي خلينا نقول إنها منظومة علاجية يعني هي مش بيدخل فقط ما صح أنه يتعالج فقط لكن الدعم النفسي والعمل النفسي مهم جدا أنا بس عندي سؤال هل فكرة إن أنا لو بتكلم مع شخص مضمن وبقوله أنت أقوى من المخدرات هل الكلام ده بالفعل بيأثر على أرض الواقع؟ هو بالبداية ممكن بس يديره أمل لكن هو ده مش هو ده العلاج لأن قوة الإرادة الوحدها مش بتعالج مرض مفيش مرض معين بيتعالج بقوة الإرادة أنا لو عندي دور برض مش يخيفي بقوة الإرادة صح؟ مزبوط فبالتالي قوة الإرادة دي هي مهمة في حاجة واحدة بس في الالتزام بالعلاج خلاص يعني الإرادة مش العلاج نفسه ولكن هي جزء من العلاج هي الفريم كده أو الإطار اللي بتحط جواه العلاج هيتعمل له خطة علاجية هياخد مثلا علاج دوائي هياخد علاج سلوكي معارفي الأسرة طبعا هتساعد هنلتزم بالعلاجات دي هنلتزم بالخطوات اللي هنمشي عليها هي دي قوة الإرادة مطلوبة هنا وهي بتساعدنا فعلا معلش إيه هو العلاج السلوكي المعارفي؟ العلاج السلوكي المعارفي بيتوجه للشخص عشان يغير فيه وهو طبعا عنده سلوكيات إدمانية زي ما حتى اتفقنا وكمان عنده أخطاء معرفية زي ما هو مثلا بينكر مرضه أو مش فاهم المواد المخدرة مش فاهم أثارها عليه مش فاهم مثلا مخه بتعامل إزاي مع المادة دي فبيبدأ يفهم أكتر يعني معرفيا بيبدأ يفهم أكتر عن المواد المخدرة يبدأ يعرف إيه الأخطاء اللي في التفكير عنده اللي هي بتخليه يستمر في الإدمان بتاعه أو ينكر مرضه وفي نفس الوقت العلاج السلوكي بقى السلوكيات اللي هو المفروض يمشي عليها خلال اليوم عشان يطلع من سلوكيات إدمانية لسلوكيات تعافية ما ده أهمية مسألة التأهيل السلوكي المعرفي وإنه يمكن ناس كتير بتبقى متخيلة أن الموضوع جزء علاجي بحت لكن دوائي يعني لكن مش بتنتبه قوي للشق اللي حدايك بتتكلم عنه وفي مسألة تعديل السلوكي المعرفة بأسباب الإدمان بإيه اللي خلاني أوصل لهنا إيه اللي خليني مرجعش تاني بالضبط هو ده بيعمل مشكلة الانتكاس المتكدر إن شخص بيعتبر مثلا ولكن هو بياخد مادة مخدرة عايز يدخل مثلا مصحة أو يتابع مع طبيب فترة أعراض الانسحاب بعد نهاية أعراض الانسحاب بيتفاجأ إنه هو خلاص يعني أنا كنت كويس وجسمي كويس ومرتاح بعد شوية بدأت الأفكار تهاجمني مرة تانية بدأت الاشتياء لتعاطي مرة تانية بيقابلني بدأت تقاملني حاجات أنا مش عارفة أتعامل معها الملل أصحابي مثلا اللي كانوا معي الفترة فايت وسبتهم الضغوط اللي أنا بقيت بتعرض لها هتعامل معها إزاي ما أنا أصلا قبل كده مكنش بعرفة أتعامل مع الضغوط فدلوقتي بعد ما بطلت برضه مش عارفة أتعامل معها طب الأسرة هتعامل معها إزاي طيب الشغل اللي باز مثلا فيه تحديات كتير جدا متقابل المتعافي في بداية التعافي فلازم يكون عارف هيتعامل مع الحاجات دي إزاي لو سبناه لوحده ومجرد بس أنه عدى عراضة للانسحاب بيكون عرضة للانتكاس بسهولة طب هل ده بيتوقف على فترة إدمانه المخدرات؟ فيه جزئية يعني فيه جزء منه بيتوقف على فترة إدمانه المخدرات لأن ده هتأثر على مدى السوق اللي حصله في حياته أو مدى الأثار السلبية والخسائر الكتير اللي هو خسيرها وبتاخد وقت عشان ترجع يصلحها مرة تانية بتكون حجمه ضغوط كبير عليه عكس اللي كان تعاطى لفترة قصيرة فيمكن الخسير بتاعته قليلة فالضغوط بعد ما يبطل بيلاقي أن الضغوط قليلة شوية يقدر يتعامل معاه التحذيرات اللي بتقولوها للمتعافيين من الإدمان أنه حاجات ما يقربوا لهاش ما يعني أي حاجة كان لها علاقة بالإدمان بالتعاطى الماضي المخدرات أي أداة مثلا كان بيستخدمها أي شخص لعلقة بالتعاطى سواء بيع أو سواء كان بيشاركه في التعاطى أو حتى شخص يعرف هو أنه بيتعاطى أي مكان كان بيروح وقت التعاطى أي مكان كان بيشتري منه أو بيتعاطى في المكان ده دي حاجات لازم بشكل قاطع بشكل قاطع لازم يبعد عنها وتجنبها لأن المخ بيشتغل أوتوماتيك طيب ما ينفعش أصدقاءه تدرجيا يعني إحنا طبعا عارفين الأماكن اللي كان بيتعاطى فيها أو الناس اللي كان بيشتري منها ده طبعا لازم يقتع علاقتوا بيهم فورا أصدقاءه بقى اللي كانوا بيتعاطوا هل ينفع تدرجيا لأن دول أصدقاء اللي كانوا بيتخرجوا من مجتمعه هي دي مشكلة زي ما قلنا من ضمن التحديات اللي بتقابلوا في بداية التعافي أن أنا هقطع علاقتي بأصدقائي هو اللي لازم تقطع علاقتك بأي صديق يتعاطى لأنه هو أنت غصب عنك مش بمزاجك ما هو أنت يشتغل بشكل تلقائي تبع عمل رابط ما بين حاجتين ما بين الشخص ده وما بين المخدرات مجرد ما هتشوف الشخص ده هتطلع في دماغك على طول المخدرات فكرة المخدرات وهجيلك أفكار بأن أنت ترجع تطعطى مرة تانية الأفكار دي طبعا ممكن تسيطر عليك مثلا لو أنت بعرفتش تعمل معها إزاي فأنت بتحط نفسك في موضوع خطورة طب أسر المتعافين يتعاملوا إزاي هل في شروط معينة للأسرة المفروض تبقى ماشية عليها يعني هي المشاكل اللي كنا قلنا أن الأسرة بتعملها نصلح بمعنى إيه؟ يكون فيه قرب ما بين الشخص وأسرته يكون فيه محل المشاكل الاجتماعية اللي ممكن تكون موجودة في الأسرة من البداية ما يكونش فيه تدليل زائد يكون فيه ملاحظة لسلوكياته ملاحظة لتغيراته يكون فيه قواعد معينة أو حدود ماشي عليها في البيت مثلا خروج مثلا بدون معادة ما ينفعش يكون فيه جدوى اليومي مثلا هو ماشي عليه يكون دايما طول الوقت بيقدموا له دعم معنوي مش مادي دي نقطة مهمة الدعم المادي للأسف ممكن يخليه استمر في التعاطي لو هم يقدمونه دعم مادي وهو متعاطي لكن دعم معنوي طب منقطاع الدعم المادي برضو غلط أعتقد لا مش غلط لأنه لازم لو هو فترة التعاطي لازم هو يتحمل كل الخسائر للنتج عن تعاطيه لا وفي فترة تعافي لو هو فترة التعافي هنا بقى الدعم المادي يكون محسوب أو مدهل بكلم فيه يعني على قد بس احتياجاته لأنه ممكن يكون فقط وظيفته ممكن يكون عنده التزامات مثلا معينة خسرها لكن طالما هو فترة التعافي بيكون الدعم المالي بحساب برضو ما يمسكش مبلغ كبيرة في ايده يعني احنا بنحاول نحمل مدمن من كل الأفكار اللي ممكن تطلع له ممكن يحتاجات عينية أعتقد يعني أكتر ما هو دعم المادي بالضبط الدعم المعنوي بقى هو المهم احنا هنا عشانك واحنا معاك واحنا موجودين يعني نقدر حابين نساعدك في أي وقت لو احتاجت أي حاجة الجاء لنا هو عنده بيخفف عنه كتير من الضغط عظيم إذن زي ما بنتكلم مع حضراتكم هي مسؤولية الأسرة في المقام الأول فهي الأسرة هي لتلاحظ هذه السلوكيات كلمنا أنه هو أي شخص بيصل لمرحلة الإدمان سلوكياته بتنحرف بيبدأ يجدب بيبدأ يبيع ممتلكاته الشخصية بيبدأ يسرق الناس اللي في البيت بيبدأ يسرق أصدقاءه بيبدأ يتعامل في شغله بطريقة غير منضبطة فدي مجموعة من الشواهد وخلاص احنا بقولنا الشخص ده وصل لمرحلة الإدمان على الأسرة أنها تدرك الكلام ده من بدري عشان تقدر تتعامل معاه وتقدر تساعده من البداية قبل ما يدخل فعلا في مراحل متقدمة من الإدمان عشان تقدر أنها تعالجه وترجعه مرة تانية حسنا مشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا الدكتور أيمن فؤاد مدرس مساعدة طب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر